وانت بتسمع حاجة على موبايلك كده فجأة بتلاقي الصوت وتشوية وبعكده رجع الصوت ثاني عالي وتشوية وعالي تالي ايه سبب المشكلة دي وايه هو حلها انا جاي اتكلم هنا عن المشكلة دي واللي موجودة في موبايلات شاومي لكن هل هي مشكلة ولا لا اولا لازم تكون عارفه سبب المشكلة دي وان هي لها علاقة بالاشعارات اللي بيجي لك لان انت لما بيجي لك اشعار على الموبايل كده بيزهر لك الصوت بتاع الإشعار عشان يعرفك نفيه حاجة جت. وانت بنفس الوقت بتكون مشغل حاجة فهو بيروح موقتي الصوت شوية عشان يعرض صوت الإشعار اللي هو احيانا بيكون صوت ضعيف او بتكون انت موقتي صوت الإشعار فما بيكونش تسمعه. لو انت رفع صوت الإشعارات ف frequent يكون الصوت اعلى من كده شوية. لكن في نفس الوقت صوت الحاجة اللي انت بسمعها بيكون وطي. وعشان تلغي الخاصية دي ان هو يوقتي الصوت تعال معي كده في الخطوات دي هتدخل معي على اعدادات الجهاز زي ما انت شايف كده وهتدخل على خيارات الصوت والاهتزاز وبعدها هتلاقي اختيار مساعد الصوت هتدخل عليه وهتلاقي في الاختيار التاني هنا اللي هو مصادر صوت متعددة عدم ضبط مستوى صوت الوسائط عند تلقي اشعار جديد او تشغيل الصوت من مصدر اخر واللي من خلاله هتخلي الموبايل ما يتحكمش في الصوت لا يعليه ولا يوطيه بمزاجه هتخلي انت اللي متحكم في الصوت حتى لو جالك اي اشعار في اي وقت ولو موبايلك بالانجليزي بتلاقيها في الساوند انت فيبريشن وبعدها بتدخل على الساوند اسيستنت وبتفعل هنا المالتيبل اوديو سورسز ولو عايز تتفرج عليه اليوتيوب وانت قافل تليفونك او عايز تتفرج عليه وانت فاتح اي تطبيق شوف الحلقة اللي موجودة هنا وبرضو شوف قايمة كل حاجة عن شاومي هتلاقي حاجات كتير جدا عن موبايلات شاومي لو اتوقف في اي مشكلة سلام